هاي مرحبا كيفكن؟ يارب تكونوا بخير وبسعادة انا اجيالكم النهاردة عشان اتكلم معاكم على النارسيسية فالموضوع صعب قوي وبيوجع جدا وفي ناس كتير قوي مأزية من الناس اللي نارسيسيست انا بنفسي اتعملت وتحطيت في مواقف جمدة جدا في حياتي كانت متحصرة متحصرة بنارسيسيست في كل في كل حاجة في حياتي وتعذبت جدا من الموضوع ده وما كنتش عارفة اصلا انه في حاجة اسمها نارسيسيزم لما حصلتلي ولا فكر في مخي خالص انه فيه بني ادمين في العالم موجودين ما بيحسوش وما بيحطوش في اعتبارهم اي حد تاني الا نفسهم كنتش عارفة ما كنتش حتى ما صدقة لما كان بيحصل لي كنت اقول ولا يمكن ولا يمكن فيه بني ادم في العالم كده عامل كده كنت متأكدة ان المشكلة فيا اني انا مش فهم البني ادم ده مش عارفة هما بيقولوا ايه مش عارفة ليه مش قادرين يفهموني مش عارفة ليه بعض بجرب اطلع منهم شوية حنان او compassion او kindness ومش ادرى وعدت كده سنين and it's called the confusion and i'm gonna mix عربي مع انجلش عشان مش كل الكلمات بتجيلي بالعربي okay so i just want you to know that from now تعرفوا الموضوع ده من هلا okay وفاقها تدروني بطير بالعربي okay عشان بش بزديلي I get memories of arabic if i'm sorry if في كلماتها تبقى only english ممكن تستعملوا google translate او somebody can type in the comments to help so from now i just apologize for my not perfect arabic طيب فهبتدي معاكم في كده ليه كتير قوي مننا بنطعاطف وبنحب وبنتجوز narcissists النرجسية فكويكلي كويكلي كده معظم الناس اللي بيبقوا طيبين بزيادة مش حاجة وحشة بزيادة فيش احسن من الطيبة والcompassion والlove مكي بس في حاجة قوينا بتبقى نفسها تتحب نفسها تتشاف نفسها حد يديها زي ما هي بتدي وفجأة صح الفيلم اللي احنا عايشين فيه في مخنا وبنشوفه في الأفلام ونفسنا فيه انه حد يحبنا الحب ويدينا الحب اللي طول حياتنا كان نفسنا فيه بس احنا بس احنا بنحب نسعد الناس على حسابنا بنحب 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 نبقى نعمل كل حاجة لكل حد اللي نفسنا عشان مكسوفين وبنحس انه حاجة غلط غلط جتن 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 نحط نفسنا في الصورة او نفكر في نفسنا دايما بنفكر في الناس وفي نفس الوقت بنحس بوجعهم بنحس بقصصهم اللي بتوجع قلبنا وعايزين نسعدهم يحسوا احسن ويبقوا احسن وعايزين نوريهم انه لا هم ممكن يتحبوا واحنا هنا موجودين عشان نحبهم عشان ان شاء الله لما يحبوا نفسهم ويشوفوا انهم متحبين هقدروا يحبونا ويحبوا الناس وما يبقوش تعلنين قوي من جوه ومتضمرين وحالتهم صعبة صح? فهي كلها الحكاية بتبتدي زي سندرالا صح? زي كل الكارتون الدزني اللي كنا بنتفرج عليهم صح? البنت الطيبة الأميرة البنت ناس الكويسة اللي مش عارف ايه بس متحطمة من جوه ومتزلة في العالم ومحدش فهمها فجأة البرينس بيجي وبيفهمها وبيحبها وبيبص في عينيها وبيجيب لها كل حاجة كان نفسها فيها وهي تعيش في سعادة طول حياتها صح? آه ياربي ياريت كانت حقيقة بس في الآخر ما بيحصلش عشان ده اللي نفسنا فيه ومش عارفين نعمله لنفسنا فبنستنى فبنستنى راجل ييجي يدينا كل الأحاسيس دي اللي احنا مش عارفين نديها لنفسنا وبندور عليها من كل حد حوالينا من أصحابنا من أصحابنا من أصحابنا يا رب حد يتجوزني يا رب حد يحبني يا رب أنا مالي ايه مشكلتي ليه مش بتحب ليه مش بتجوز ليه بابابابابا ايه اللي غلط فيها من أهو such a good girl بعمل كل حاجة صح بساعد الدنيا كلها إلا أنا بحط نفسي آخر في اللستة وبطنشها خالص للناس بدي للناس طب ليه ما فيش حد يحبني ويديني زي ما أنا بدي فمين بيفوت النارسيس ليه عشان النارسيس ما بيعرفش يدي النارسيس النارسيس يعرف ياخد بس عشان في الدنيا فيش حد أهم مني أنا عايز أخد بس بس أدي ولا يمكن وإيه اللي بيعجبنا فيهم اللي احنا بنفتكر يبقى confidence ده مش confidence confidence يعني ثقة في النفس ما عندهمش زبزبة في نفسهم ما بيفكروش قبل ما يتكلموا مليون مرة عشان ما يوجعوش البني آدم اللي قدامهم أو يفكروا في الناس اللي قدامهم عشان مصلحتهم ومصلحتي لأ أنا مصلحتي فين أول حاجة وآخر حاجة وما فيش حاجة في النص ففي البداية مصلحتهم فين عايزين يجبوكي هيجبوكي ازاي بالفيلم الهندي ايه الفيلم الهندي أعملك وافتحلك الباب وأسمعك وأحس بيكي وأقول لك قصصي برضو اللي أنا اتوجعت بيهم بحياتي بحياتي ويجبوكي وهتحسي بيهم وهتقول لي آه ده بيقول لي كل حاجة بثقة الله ده أوبن جدا الله ده بيشيك علي ليل ونهار الله ده فجأة بلاقي قدامي بيجيبلي هدايات بيتكلم معي حلو بيفتحلي الباب لستة 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 في فيلم كل ده وانتي يمكن في البداية أصلا ما كنتيش معجبة به لحظوا في البداية جسمكم is like اه ايه 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 وبعدين حاجات بيعملوها تتكليني مع أصحابك يقولوا يا بنتي ايه ده ده هيل بصي بيعملك ازاي وانتي آه اه بيعملني وتعودي تقولي نفسك هو بيعمل كل ده كل ده كل ده حاجات كويسة ما قبلتش حد بيعمل الحاجات دي كلها اه بيسمعني وبيطبطب علي ولما أبأز علينا بيقف جنبي وبيجيب لي حاجات وبيفتحي الباب وبيعمل وعندك ليستة قاعدة ما تفعله 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 تحسستك بنفسك أول مرة تحسيتي بنفسك وتده الله ممكن تحب كده كل ده عشان انتي مش عارفة تحبي نفسك ازاي فحد حبك ثانية واحدة بس عندي المدتي سليفون فأول مرة تحسي انتك تحبيتي حد حبك فبتديتي تحبي نفسك لأول مرة لأول مرة حسيتي بنفسك بس انتي عارفة من جوه انه الشخص الوحيد اللي خلاك تحسي بنفسك أو تعزي نفسك هو البني آدم ده فبيحصل اللي your power has gone there حدا ادي لك عزة نفس فممكن بكل سهولة يسحب العزة النفس ويدمرك that is narcissistic abuse ليه بياخدوا كل حاجة منك كل حاجة حلوة دهولك في البداية لحد ما تقولي اوكي اصحابي كلهم شايفين انه كوي معايا في حاجة غلط فيا يمكن انا مش شايفة لا بس ده كوي اويد عنده كل الصفات اللي كان نفسي فيها بيعملني حلو بيخرجني بيعمل النفس يشوف اهلي ويشوف اصحابي تا الويد تا 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 بيشيل السجادة بالراحة من تحت رجلك إزاي؟ لاتسي كان بيتصل بيكي خمس مرات في اليوم وانتي تعودتي بيبتدي يتصل بيكي أربع مرات تبتدي شوية الله يمكن كان مشغول طب أنا عاملة كده ليه؟ لأنا بزيادة تبتسلي بيه يرد يقول لك يه؟ أصل النهاردة كان عندي شغل تبقى لك شهر ما عندكش شغلة قوي أوكي فاين مش عايزة أكبر الموضوع بس أحساسك من جوة همزك في حاجة غلط أنا مش مرتاحة أوكي مرة جاية ثلاث مكالمات في اليوم يقول لك هتصل وبين سيتصل يقل بي فين مكانة المكالمة؟ أنا متعودة على كذا أنا مشغول هو هو مش لازم نبقى كده مع بعض قوي لك كنت مشغول أوكي أنا مش عايزة أزود الموضوع أقبر راسي صح؟ تبتدي بقى اللعب بيرتدي أوكي كل حاجة كنت متعودة عليها كل حاجة أنت قلت نفسك حلوة فيه بيبتدي يسحبها وهو صعب إيه؟ ليه تسيب إيه؟ عشان بتقولي في حاجة غلط فيه وانا عملت حاجة؟ هو يمكن أنا بزيادة هو يمكن أنا مش فهمة هو يمكن ده بس في البداية زي كل relationship في البداية بتبقى هانيمون وبعدين بتمود تبتدي تسأليه أسئلة ما يردش عليكي أو يرد بطريقة ما يردش على السؤال بس فجأة لقيت نفسك أنت الغلطة وأنا يا ربي إيه اللي بيحصل؟ هو أنا اللي غلط بس من حقي أزعل أصلي تكلم مع البنت دي بطريقة ما عجبتنيش طنشني قال لي هيتصل بي طرص بي بعد ثلاث ساعات قال لي لا ما تخرجيش النهاردة أنا هقابلك بسرعة ووحشاني مش وحشاني قعدتي في البيت بدل ما تطلعي مع أصحابك ومجاش وتأخر وتكلمتي معاه وخليك تحس إنه ده مشكلتك في حاجة غلط فيكي وبيبتدي اللعب وفي اللعبة دي you lose yourself completely مش عارفة فوق من تحت مش عارفة left from right دنيتك بدت تشتشقلب وكلامك من جوه كله بينك وبين نفسك أنا عملت إيه غلط طب يمكن أبقى أتكلم أقل لأ ألعب جمدة لأ أعمل مش عارف إيه وتبتدي تشوفي القطط الفطسانة اللي فيكي فجأة ليه عشان عزت نفسك في إيده هو اللي بيهالك في الأول بدتي تشوفي الله أنا طحفة ففين في إيده هو بيسحبها بالراحة energy بيسحبها بالراحة أنت فين nowhere تعادي تمسكي فيها ما أنت كنت بتحبني كده كنت بتفتح الباب وكنت بتعمل كنت تتصل بي كنت بتجرب تشوفني بأي أسلوب كنت تقولي حاجات طحفة فين الحاجات دي يبقى في حاجة غلط فيها أزبط من نفسي إزاي طب هعلمه هعلمه يبقى معايا إزاي وتعافري وتعملي وتفكري حياتك بقت إيه هو بقى ربنا في حياتك حياتك كلها بتدت تدور حواليه بيفكر في إيه بيعمل إيه يا طرى هيتصل يا طرى مش هيتصل يا طرى هيرجع البيت مش هيرجع البيت يا طرى بيفكر فيها ما بيفكرش فيها يا طرى يا طرى يا طرى يا طرى المود بتاعه لما يفوت هيبقى إيه وفجأة المود بتاعته بتتغير مش لذيذ بيقول حاجات شكلها كامبلومنت بس انت حاسة إيه ده تتواجعت بس لأ كان قصده حاجة حلوة صح؟ صح؟ قلولي صح مش انتو بتحسوا بكده بالزبط مش عارفين انتو صحوا ولا غلط بتبقوا غلنين زعل منهم مش قادرين تسيبوهم بتحسوا انتو مظلومين ومش عارفين مظلومين ليه ولما تتكلموا معاهم بلغبطوا الدنيا قدامك وبتطلع انت غلط مية في المية وبيزعلوا منك وما بيتكلموش معاك وبيمشوا وبيرجعوا وخلق حياتك بقت فضية ولا ادرة تعودي مع اصحابك ولا ادرة تشتغلي صح ولا ادرة تعودي معايلتك عشان نص موخك معاك بتفكري بتفكري مش هنا انت مش موجودة انتي slowly being deleted to be of service to him one person who can relate مين عارف انا بتكلم في ايه وعارف الاحاسيس دي دي احاسيس مدمرة وحتى لو نفسك تسيبي بتحسي انا مش عارف فاسيبه بموت فيه بحبه بكره بكره بحبه والطريقة الوحيدة اللي انا ممكن اسيبه لو مات هو مش عارس مش عايز يسيبني وكرهني انا حاسة انه واحد بكرهني مش عايز يسيبني وانا بكرهه مش عارفة سيبه عشان انا انا مش لقيا نفسي انا مش عارفة انا مين ومش عارفة سيبه وخايفة موت اسيبه عشان هو ماسك my power my worth my value my self respect في ايده وحايزها عايزها ترجعلي وهترجعلي منه انا فكرة ايام زمان لما تكتبه وتكوزها واحد يا لهوي مش عارفة سيبه وكره نفسي وكرهه وبحبه وobsession طب اقول طب لو مات لو مات هبقى free ما اخدتش ال decision هو ما سبني انا خايفة انا عايزي يسيبني بس خايفة يسيبني انا عايزة سيبه بس خايفة سيبه احلى حل ربنا ياخده هبقى free هبقى free وانا ما اخدتش القرار ولو هو اخد القرار مش هتدمر من قراره عشان هحس اسفت اسفت حاجة وادل حاجة انه كمان في الاخر انا كله غلط وكمان سبني هبقى دنيئة بيني وبين نفسي فيا رب يموت وبعدين افكر ده انا بشعة جدا من جوه قاعدة انه يموت عشان مش قادرة سيبه لأ في حاجة غلط فيه وابتدي كله تاني صح نزعل ونصوت ونزعل من بعض يسيب البيت قاعد مع نفسي انا زعلانة قلوم بنفسي مش عارفة انا عملت غلط ايه لأ المفروض كنت اعمل احسن مفروض كنت اطبخ الطابق قاعدة مفروض 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 يرجع ويطنشني اعمل ايه وحط تشوف عايزاه عايزاه يتكلم معي عايزاه هريل اتكلم معي لا تتكلم معي انا هنا اريد ان اتكلم وهو صح تحصيح او يقعد خناء انتي 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 كله بسببك انا مارجعتش على البيت كله بسببك انا ماتصلتش شفتي عملتي فيه ايه فحياتي ما حد اعملني بالطريقة اللي انتي بتعمليني بيها كله منك انا كل اللي عاجة اللي كنت عايز انه احبك واتحب وفيلم الهندي بيفتح في كله ابوابه وانتي بتضيعي بتضيعي براحتي فين؟ لدنيا كله بطوع لا يوجد انتظار موجد من راحة ممتك لدنيا كلها بطوع بيبقى البني آدم الوحيد ده اللي حياتك وتفكيرك وجسمك لافف حواليه in love obsessed صح فدا حامل سيريز والسيريز ها تكلم على النرجسية step by step من البداية بتبتدي ازاي وكل terminology love bombing, gaslighting projection, silent treatment triangulation blame shifting manipulation كله كله هتكلم فيه بطريقة معينة بأسلوب جديد عشان تسحوا حتى لو سبتوا هو لسه قواكم your worth is still with him مش عارفين ازاي to breathe to live your life وهت تتعرفوا على حدتان زايه بأحسن حاجة وأهم حاجة في العالم تفهموا ده وطو بأحسن حاجة فيه and remember you and this is what these series are going to do for you لو دي حاجة نفسكم فيها ونفسكم to find your freedom your peace your happiness الامبساط وتبتدوا تعيشوا حياتكم مبسوطين ببناء قدمين مختلفين ناس بحبوك وبيعزوك عشان انتي بتديتي تفهمي تعزي ونفس تعزي وتحبي و to respect yourself ازاي these series are for you leave me your comments قولولي لو دي حاجة انتو نفسكم to break free of okay because trust me اللانا مريت فيه و 15 سنة بقالي بساعد a lot of clients workshops one-on-one sessions وشفت التغيير اللي بيحصل في حياتكم والثقة اللي بتيجي وهم بيرجعوا الستاتي بترجع انا رجعت انا رجعت انا كان كله ظلام انا انا لو تقروا انجلش وتجيبوا كتابي happily ever after من امازون انا كنت مستعدة اقتل حالي من كتر الكريزي عرف اللي شفته وكان انا ما كنتش عارفة انا مين وانا نهاردة ادرا حب الناس كلها فهمت نفسي حبيت نفسي ابتدت اعامل نفسي بعزة وكرامة من غير مكره حد امنيتي انه الستات حوالين العالم يقدروا يلاقوا نفسهم تاني ومش لازم عشان الدنيا تتغير والنارسسسس ما يلقوش اي حد يقدر يلعب بهم فهم لازم يتغيروا سايز اقولك حاجة مهمة جدا لو نطيت لو رحتي الامر مش هتغيري لو عملتي ايه لو غيرتي نفسك تماما هو مش هيتغير لو انت قاعدة مستنية انه one day he will appreciate you and love you زي لفلام it does not happen what will happen انك هيجيلك انكمية اكتئاب هتغدي anti-depressants anti-anxiety ادوية بالهبل تمراضي عاية مش طبيعي وزي ما يكون هتعيشي العيشة دي كجثة ميتة ملهاش سبب او لزوم في العالم فما تضيعيش وقتك تجربي تغيري او تفهمي او اي حاجة ده دي مش لازمتك هنا في العالم ربنا ما خلاكيش وقالك ده اللي انت لازم تعمليه هنا ابدا ولي يمكن انت تتولدتي هنا you enjoyed this يا رب دا كان عاجبكم الابسود وانشالله يسيبوا لي comments واسئلة وكل اشي وانا رح ابتدي الجرني هاي معكم واسعدكم بإذن الله انكم تبقوا free to be who you want to be at peace take care bye and a rain don't forget to subscribe hit like كل الكلام الحلو دا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة